الاهلي بيستقنف تدريباته في ظل وجود كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وطبعا في ظل وجود واحد من كباتن الفريق الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب يمكن بدأ التواجد اللعيبة في التمرين بمحاضرة مطولة من قبل ميستر كولر شرح لهم كل حاجة عن هذا اللقاء وشرح لهم يعني لابد من التركيز وان المباراة دي مباراة مهمة جدا والفوز بالبطولة فوز مهم جدا ونفس القصة بالنسبة لكابتن محمود الخطيب اللي قال لهم ركزوا في هذا اللقاء دي مباراة مصرية ومهمة امام فريق كبير زي نادي الزمالك وطبعا حفز اللعيبة ببعض الجواز المالية اللي هتكون الحوافز المالية اللي هيحصلوا عليها في حالة الحصول على بطولة السوبر الافريقي باذن الله